السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم اختبار منتصف الفصل العاشر الأشكال الهندسية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بالسؤال الأول أكتب اسم المجسم ثم أحوط الشيء الذي له الشكل نفسه عندي طبعا الشكل الأول يمثل المخروط الأشكال المشابهة له هذا الأول مع الرابع اثنين الشكل الثاني الكرة الأشكال المشابهة له هذا الشكل الكرة وأيضا هذا هو الكرة وحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف الوصف عندي وجه واحد وعدد الأحرف صفر والرأس واحد هذا الشكل ينطبق على وين المخروط هذا الشكل الصحيح ستة أوجه اتنعشر حرف وثمانية رؤوس علبة الكلينيكس مع الكتاب أي كتاب ننتقل للمجموعة الثانية ألون الأشكال التي لها الإسم نفسه هذا الشكل يمثل مثلث اللون وأيضا الشكل الرابع يمثل مثلث المستطيل شكل ستة المستطيل هذا الشكل يمثل المستطيل وأيضا هذا الشكل المستطيل سؤال سبعة السداسي الذي له ستة أضلاع الشكل الأول شكل سداسي مع الشكل الرابع أيضا شكل سداسي سؤال ثمانية متوازي أضلاع متوازي الأضلاع الشكل الثاني والشكل الثالث سؤال تسعة للإصطوانة وجهان للإصطوانة وجهان والإصطوانتين أربعة أوجه فكم وجها لثلاث إصطوانات طبعا ثلاث الإصطوانات يكون لها ستة أوجه ستة أوجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة